في مقابلة خاصة لمركز الأخبار عبر تطبيق سكايب أكد سعدة السيد صباح الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تواصل استعداداتها لتطبيق قرار حظر العمل وقتاً ظهيرة في شهري يوليو وأغسطس بهدف حماية العمال من الإجهاد الحراري والحفاظ على سلامتهم نحن في الوقت الحاضر لدينا استعدادات كبيرة لتنفيذ القرار الوزاري رقم ثلاثة لسنة 2000 حضر العمل وقتاً ظهيرة وخاصة مع ظروفه لقول موجة الحر الموجودة نتمنى من تجنب العمال من ضربات الشمس أو من الأرقاق الحراري والذي هو هدف 25 مفتش في الوزارة سوف يقومون بهذه المهمة وإحنا الله الحمد يعني لو رجعنا على ملفاتنا في العام الماضي نجد أن في نسبة التزام تجاوزت 99.5% وهذا يعود الفضل كذلك لأصحاب الأعمال لتعاونهم وحسهم الوطني ونظرتهم بأن هذه العمال يجب حمايتها لأنها هي العمود الفقري لإنتاجية بالنسبة لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر